رئيس الحكومة العراقي السيدة العبادي جاء ليطرح نموذجاً مختلفاً عن سالفي والمالكي الذي كان متهماً بالفساد إلا أنه لم ينجح لأن الفساد في العراق هو أخذ طابع المأسسة يعني المؤسسات العراقية بشكل عام وصل دب الفساد في أوصالها وبالتالي المواطن العراقي العادي لم يعد يثق بهذه المؤسسات هناك فجوة في الثقة بين من يحكم في العراق وبين المواطن العادي فبالتالي هؤلاء الذين يحكمون أو في سدة الحكوم في العراق هم يتلقون الصدمات من هذه المظاهرات ومن هذه المظاهرة الاحتجاجية في العراق وبالتالي لا غرابة بأن يحاولوا لصق تهمة الإساءة لمؤسسات الدولة لكل من يطرح موضوع الفساد وخاصة أنه في انتخابات بالعراق وأن الكتل السياسية تريد أن تحافظ على مكتسباتها